اشتركوا في القناة اختص بنفسه او بغيق هذا الكون لابد ان تضن بالله خيرا فيما اختص بنفسه ترضى بالقضاء الكادر ولو رضيت القضاء وقدر فمن رضي الله وقدر بعض الناس لا يرد يقول لماذا انا وهذا كذا ولماذا كان وانا كان ولماذا كلان يكون من مسجد النبو ولماذا الآن الجو حار والجو باقي ليس لك الا العلم ايش اه الرضا والتسري في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في اول سورة البصص في اول سورة البصص الله سبحانه وتعالى قدر ان في العون يتصلت على من على بني اسرائيل صحيح يقتل ابناءهم قتل لذلك ويستحي عن يبقيهم للخدمة قال الله ونريد ان نمنى على الذين استبعه كيف ان التمكين ما يأتي الا بعد هذا كيف هم قلت هذا نعم قالوا اوذينا من قبل اوذينا من قبل انت زيان بعد المرش قال عسى ربكم ان يهلك علوكم استغلبكم في الارض تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوما في الارض ولا فساد والعاقبة للمنتقين لا بد من الابتلاب اولا اذا تغضب الله من رضي فلما تتسخب تعترف على القضاء والقذر تقول لماذا كذا اهل دولة كذا لماذا يغنب ولماذا يعذب من يرد الله به خير يصد منه الله سبحانه وتعالى اختار اناسا للشهادة في بدا اولا اختارهم الله تمنى بعض الناس الشهادة اختار الله سبحانه وتعالى اقواما لها اين في وحد ليس لنا الا رضا والتسليم عجبا لامر المؤمن ان امرهم كله خدم فليس لك من رضا اما تعترف تقول والله اهل البلد فلان يحايا الى النصر الله سبحانه وتعالى ارحب به منه ماذا نسمع ندر نبذر كل معبان الله سبحانه وتعالى من استطاع في نصر هؤلاء في حدود الشرع ولا نخالف السلطان هذا اللي نقدر عليه نقدر عليه نستطيع بهذا لكن اعلم ان هذا الابتلاء لهم كله كان خير ليس بشكل نعم كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم نبي الام اختبئ ثلاغ يوسف عليه الصلاة والسلام يسجل بلا ذب رب السجن احب الي مما يدعو الي يا اخوان نظرية لا متفرع قاعدة شرعي الدنيا دار جزاء صح لا لا انت عايش في الجنة الان كل واحد مننا اليوم يبقى الدنيا يجنة الا ما بحر هذه ليس الجنة يا اخوان هذه ايج دار ابتلاء دار اخبار لماذا تريدها جنة ما تأتي جنة تأتي لا تأتي ابدا لا تأتي لا تكون جنة هالي دار اتلاف دار عمل جنة سأل الله من فضله فهذا الباب مهم جدا اقتطع المؤلف محمد بن عبد الوهاب كلام ابن القيم رحمه الله رزاق الانعام عندما اتكلم على ما حدث فيه احد وسرد الكلام ثم ختم الكلام ابن القيم كلام يوصل بماء الذهب والله يقول في نهاية الكلام ابن القيم في هذا الباب يقول لا اظنك تنجم تنجو من هذا هذا المرض ما هو المرض ضمن السوق ما هو العلاج انتبه وطبر الباب البعض اول مرة يسمع هذا الكلام ابن القيم العلاج يعتني اللبيب الناصح بهذا الباب عناية فارغ وليتب الى رب تتوب ويستغفر ويضم بالله ظن الحق وتضم بنفسك السوء غريبة تضم بنفسك السوء اش تقول وقل يا نفس مأوى كل سوء وقل يا نفس مأوى كل سوء اتود الخير من ميت البخير يقول وظن بنفسك السوء تجدها اذا تضم بنفسك السوء يقول تامش نفسك على السراط المستقيم طريب ظالم صح ظالم هي نعم ظالم ونص اش تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالم صحيح ظالم متعدل مذرب مفرق صح هي نعم كيف انت شيخ الاسلام شيخ الاسلام انت اذا كان اذا كان مذرب مقصد الله المستعب قال وظن بنفسك السوء اذا ضمنت بنفسك السوء يقول تجدها كذا تتمشي على السراط المستقيم وخيرها كالمستحيل خير ما ذي منك خير ما ذي منك خير يقول هذا ابن القيد وخيرها كالمستحيل خير ممن وكل ما بها من تقوى وصلاة واستقام وهداية فتلك مواهب الرب الجليل وقل يا نفس مأوى كل سوء اتركم خير من ميت بخير هذا العلاج تستطيع صعب صعب تقول أنا مجرم أنا ظالم أنا مقص ممكن ما تستطيع لكن هذا كل ما بك من تقوى وصلاة استقام وهداية ورحمة بالنعوف والصلاة والصلاة فتلك مواهب الرب الشليل صح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صح أي نعم